الشيطان يكون لي ناس بتعبده انت بتخيل معي انت مش عارف تجمع لك خمسة عشر عشرين تبدأ بيهم ومع الوقت هتبدأ تكبر وتكبر 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 كمهورك عايز اقول لك انا اول ما جي تبدأ على اليوتيوب كان المقتنع بي امامتي اخوي احمد في اكتر من لايف قال لك الكلام ده حمد اخوي في الغلاف بتاعه قال لك ان انا كنت مفكر يوسف بيلعب ما تخليش حب تحبتها كمل اليوتيوب في مشاكل ومن سنين لو جيت رجعت لاي قناة تعليمية من اول ما بدأت وكتبت نقص المشاهدات من اول ما بدأنا على اليوتيوب حانينا بنشرح نقص المشاهدات اجيب لك من سنة انخفاض مشاهدات عندي في متوحدة فكرة من سنة وعدت الامور واربحنا وعدت واربحنا امور حنبدأ نفتكرها ونضحك ونهزر ونشتغل وما في الدنيا مشى المهمة بنعمل حاجة اللي احنا بنحبها خليك مؤمن بالحاجة اللي انت بتحبها يخليك على يقين انك بتعمل حاجة صح اشتغل حتوصل وحتنجح ان الله لا يوديها اجر من احسن عملا انت متخيل الكلمة دي ان الله لا يوديها اجر من احسن عملا اعمل اللي عليك واللي في استطعتك واللي تقدر عليه واستنى المقابل لكن طول ما انت قاعد بتتبادل ومش عايز تقول انه غلط بلاش منها طول ما انت قاعد مش قادر تعمل اللي عليك ومش عارف تعمل اللي عليك ومش عايز تعمل اللي عليك وبس كل كلامك وكل اقتنوعك 3 واحد كل كلامك وكل اقتنوعك ان في حاجة خلل في اليديو ما كلنا عندنا خلل هو انت بس اللي عندك خلل ما كلنا عندنا خفضات وانت بس اللي عندك انخفضات ما كلنا اللي بنمر بأزابات نفسية هو انت بس اللي همي ربنا مستقصدك من عالم كله وانت بس اللي عندك مشكلة ما كلنا عندنا مشكلة على فكرة يا ام سي ام سري ايس انا في يوم الايام صحت منهم على انظار وحاس في فيديو بسبب بطاقة ظهرت لان في بطاقة كده ظهرت في اللايف عادي هتمر فترة وحتعدي بس اتعلمت منها اللي بينجح هو اللي بتعلم بتعلم من اخطائه بتعلم من اموره اللي بينجح هو اللي بيسمع يا احمد عادل وشو بيقعد يسأل 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 اسمع اللي بيشتغل اكتر هو الشخص اللي بيسمع اكتر لانه بيعوز ينفذ اكتر وطول ما هو بينفذ وبيعرف يبحث عن الحاجة اللي هو عايزها الموضوع ده بيفرق جدا معه اربع مهارات اول ما جيت ابدأ على اليوتيوب حطتهم جوايا فكرت دايما ان انا انا ميهم فيا الاربع مهارات دول يا جماعة الاربع مهارات دول لما جيت ابدأ على اليوتيوب قلت لنفسي دول هما اللي هيخلوني اعمل اكبر عدد ممكن من الفيديوهات لدرجة ان حضرتك بتسألني هو انت بتجيب وقت منين تعمل كمية الفيديوهات دي هو انت ازاي بتجيب منين الافكار بالله عليك ما سألت نفسك سألوه اكتر من المرة سألته كم مرة نفسك الوقت ده عند وقت منين الوقت ده بيجيب وقت منين ياخد لسه مكلمك على الفكرة عملت الفيديو ده امتا شريف لحقت سألوه شريف انا ما لحقت عملت الفيديو طيب ليه هقولك ليه الاربع مهارات دول هم الذاتونة اللي هيغيروا تفكيرك سواء على اليوتيوب او في حياتك الشخصية بجد البحث السريع تبحث عن الحاجة اللي انت عايزها بسرعة ابحث عن الحاجة اللي انت عايزها بسرعة اقرأ بسرعة عنها افهم ايه المشاكلات اقرأ بسرعة اقرأ اقرأ بنود بسرعة خد الفكرة افهم اكتب بسرعة انتج بسرعة ومع الوقت ده كله الاربع دول مع الوقت وانت شغال هيبقى عندك حاجة اسمها المثالية او افضل اداء هتعرف طف قدام الكاميرا تقول اي كلام هتعرف طف قدام كاميرا تتكلم زي ما انا بتكلم قدامك من غير ما اجهز اي حاجة مش قدام اي حاجة غير شوية لبن تاكل من غير اي حاجة اعرف اقف في اي ميتنج اتكلم معاك في اي مقابل اتكلم معاك تسألني على اي سؤال اسألك بس مباشر تسألني سؤال ارد عليك كل حاجة حضرتك عايزها بالتفصيل ممكن اسأل اكون بقرأ السؤال بتاع حضرتك وافهم حضرتك حتقول اي ممكن ابقى معاك وتلاقيني برد على تعليق تحت وشايفه ده كله مجاش من فراغ وعايز حضرتك تنميه في نفسك نميه في نفسك يا دينا اقري اتعلمي بس بسرعة مفيش حاجة اسمها طب اصلا مكسلة النهاردة يا سالي اصلا مش قادرة النهاردة اصلا تقتل النهاردة اصلا عايزة بعشر جنيه مسئولية بخمسة جنيه طاقة مش عطار مش عطار انا حديجي دوة وليه خدي دوة تنين بعض الظهر عشان ديجي طاقة مفيش طاقة كده مفيش طاقة كده مفيش طاقة بالشكل ده الطاقة دي لو مش نبعه من جواك انت جواك انت وعاوز تتستغل انت وعاوز تقدي انت مش هتلاقي حاجة تقدمها مش هتلاقي وقت تقدمه النهاردة الشريف كان بتكلم معاه النهاردة الشريف النهاردة وهو شغل تقريبا بيجي مرة واحدة بيقر كل حاجة أنا مش قادر اكمل مش قادر اشتغل ماشي اللي اتنين مع بعضين وسائل مرة واحدة بتحصل لي على فكرة عارف بقى لما بقف باشتغل اكتر بقوله اشتغل يالا اشتغل ادي ده انا جاية حق ده اللي عاملك عامل اسمك هتلاقي الناس بتكلم بيقول لك شريف هتلاقي كمية كومنتات بتسعل عليك بتدور عليك كمية بس مباشرة لو ما طلعتش بيسألوا انت فين ما جاتش ليه حد بتطمعنا عليك عايز اقول لك ان مفيش مرة خزلتوني في كل مرة كنت مش بطلع بس مباشرة اكسم بالله مفيش مرة كنت بطلع فيها بس مباشرة ايه لو كان فيه كمية رسائل على الواتساب انت مطلعتش ليه انت مطلعتش ليه علشان اكون معلم زيك كده من وين ابدأ من اي كتاب كتاب الحياة تعلم اسمع وتعلم ونفذ وابدأ وابدأ اكتر وعمل اكتر اللي قدامك ده نتج 1300 فيديو 1900 فيديو عارف يعني 1900 فيديو احسابهم كده حتلاقيهم اكبر من عدد افلام كتير جدا اتعملت في الساعة مصرفي كتير جدا مش بهزل انتج اشتغل اغلط وتعلم ققع واشتغل وقوم هتقع كتير على فكرة وهتقوم كتير على فكرة وهتفرح وحتكسب كتير على فكرة انا اقول لك حاجة تقريبا في شهر في شهر من اشهر بناشي في الارباح ايه ايه بص موجود قدام حضرتك اقه كنت بقبض في الف وتونتونمية دولار الشهر ده متين دولار يعني اقل منه تقريبا بالف ومية اي حد تقريبا كان نفسته اه مش مكمل مش هشتغل مش هعمل اوقع اتفكر في جزيري اوقع احطها قدام عنيك اوقع احطها قدام بالك اوقع احطها في تفكيرك خلي الفلوس دائما اخر طموحك واول حاجة هي انك تعمل لنفسك اسم تعمل لنفسك براند تعمل لنفسك كلمة او مرجع عايز اقولك ان فيه ناس بيتكلم تقولي انا بصحى عليك واتفرج على الفيديو بتاعك بنام على البس بتاعك اقسم بالله بنام وانا فتح البس بتاعك او وانا فتح البس بتاعك انت بتخيل فيه ناس زي شايماء دلوقتي هاي قاعدة مع جوزها ماشي جوزها من البس عارف الموتش فاهم يعني فيه ناس بيجمعوا كده اهليهم كده بيقعدوا تفرجوا على المتواحد فكرة فاهم انه انت النهاردة فين اه انا بس متواحد الساعة عشرة محدش تكلمني خلاص انا قدام البس المتواحد محدش تكلمني فاهمت انا عايز حضرتك ده حاجة انت هتعملها مع الوقت ما تفكرش ان هي صعبة هتلاقي ناس بتحبك هتلاقي الناس تدور عليك والله العظيم انت بس ادمي الثقة في نفسك والصراحة كده جواك وانا متأكد وحفظة لأقول لك متأكد وحفظة لأقول لك مئة الف حاجة متأكد ان ربنا مش هيضيع مجهود دقيت حاجة كده هبعتها كالوقت سيبعت بسرعة ربنا مش هيضيع مجهودك تأكد ان ربنا مش هيضيع مجهودك ان الله هلا يضيع اجر ما احسن عملا مشي سلنا شوف بس شريف في عدية فكرة في حاجة كمان حلوة تظهر ان ايه تظهر النهاردة هلوكو عليها من ظاهر ايه ده الكلام ده ده التحكم المشرف هزا حاجة جميلة وانت جدا محبوب ووضح انك دايب شكرا جدا اساسي المهم حبيت اوضح لكو هنشوف الموضوع ده شريف بعد للايف حبيت اوضح لكو في في تقريبا مش عارف نص ساعة ربع ساعة كنت مفروض اروح اشوفها الماتش سوى الله العظيم ما حبيت ان انا ان انا اطلع من اللايف غير لما وضح لك الكلام ده قصم بربي الكلام ده ما لقيت حد يقوله لي ما فيش حد قال لي كلمة من انا بقولها لك دي ما لقيتش حد ينصحني يعني يوتيوب وقال حد يقول لي يعني ايه مشترك اوعى تفكر انك تقدر تجيب الف مشترك باي طريقة ممكنة غير محتوىك اوعى تفكر انك ممكن تجيب الف مشترك مشترك مش شراء مشترك عارف ان ايه كبير اصد فيه مشترك الرقم فيه رقم بالحد لكن فيه مشترك بيجي لك زي وصفات الايد مع استاذ هناء من الطبيعة عبدالقادر عبده مشترك مشترك متفاعل معاك ده مش حيشترك في قناتك الا لو بحبك عندك كم واحد بتتفرج عليه يوميا ممكن تكون مش مشترك في قناتك وعندك ناس بتتفرج عليها من مرة واحدة يشترك في قناتك ليه حبيته دخل قلبك اه شخص محترم شخص حلو شخص بقدمك النصيحة اسلوبه حلو على فاكرة فيه ناس بتحبيني عشان عصبيتي فيه ناس بتحبيني عشان اسلوبي فيه ناس بتحبيني عشان كده فيه ناس بتكرهني عشان عصبيتي فانت زي ما بتلاقي ناس بتحبك هتلاقي ناس بتكرهك وانت اهم حاجة انك تحاول على قد ما تقدر انك تكتهد اكتهد واسع واشتغل الفترة اللي احنا فيها فترة صعبة على الجميع علي وعليك ولا جميع منشي للمحتوى اقسم بالله العظيم 3 انا بشوف ارقام في قناتي عمر في حياتي ما شفتها من سنين اقسم بالله عمر في حياتي ما شفتها من سنين اقسم بالله ما شفتها وانا 20 الف مشترك اقسم بالله ما شفت الحاجات دي وانا 20 الف مشترك النهاردة 113 الف مشترك بقولك انا عندي مشاكل مهولة ولكن مكمل بطلع لك اللايب بقعد لك ساعة ونص متواصلة هو علشان اقدم لك الحاجة اللي حضرتك محتاجها. علشان حضرتك لما تكون على اللاييف تسمع مشاكل خير. مش مشكلتك انت بس. علشان لما تكون على اللاييف تمسك ورقة او قلم وتشوف ايه مشاكل. عايز اقول لك ان صارة بتقعد تجيب من 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 كلامكم كده مشاكل فيديوهات ونعمال ان اخدها. يعني صارة اللي متابعة على اللاييف دي بتبقى بتكتب مشاكل بتكتب اسئلة. بتكتب فكرة فيديو. بتكتب حاجات. لكن لكن ما نظنش حد بيحبك عشان عصبيتك بلوك. استبعاد لا صارة. صارة دي اصلا واحدة مش هتيت تيت 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 نشتي مزعق. انا خلطاني كنت مجيب بزيرتك حاجة علوة. لكن عايز اقول لك اسعوك تاحد. دي اخر تليمي تانا هالهم. اسبوع الاخير. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد او في بس جديد في المتوحد فكرة او فيديو في المتوحد فكرة او افكار جديدة. دايما بتخدمك وهدفها انك تتطور من نفسك وتنمي من نفسك وتنمي من تفكيرك. وده هدفنا الاول الاخير. لو على الشروحات وعلى المشاهدات انا اعرف اجيب مشاهدة كتير جدا بكلمة زيادة مشاهدات بس. او زيادة مشتركين بس. اقدر اجيبها والله. سهلة. سهلة جدا. ولكن انا بقول لك. بوضح لك. دور. وفكر. بالقعدة الجماهرية. شكرا للجميع. كان معاكم مارجع الاول للمونش المحتوى على اليوتيوب. متواحد فكرة. السبعة الخير اخواتي. ناموا وتبستوا وفرحوا. مشكلة او هتعدي. اليوتيوب احسن. احسن من اي منصة على فكرة. شكرا.